إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إخواننا الكرام أخواتنا الكريمات أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم زاد التلاوة برواية قالون عن نافع في هذه الحلقة إن شاء الله لدينا درس يسير في أحكام الإظهار والإضغام لقالون بإذن الله تعالى ونتكلم أيضا إن شاء الله تعالى عن ما يتعلق بهذا الباب كله ومقرر تلاوتنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من أول سورة الضحى إلى نهاية سورة العلق بمشيئة الله تعالى ونفتح المجال بعد ذلك لاستقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة وعرض ما وصل إلينا من مشاركات فاصل قصير نبدأ بعده درسنا إن شاء الله فانتظرونا سنن مهجورة سنن مهجورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن أحكام الإظهار والإدغام عند الإمام قالون رحمه الله تعالى والإظهار والإدغام باب يسير وكما تعلمون نحن نتحدث فقط عن نقاط الاختلاف بين رواية قالون وروايتي ورش وحفص يعني إذا خالف قالون ورشا ذكرنا الحكم وإذا خالف قالون حفصا ذكرنا الحكم حتى يتيسر لمن يتابع هذه السلسلة من الدروس أن يقرأ برواية قالون أو يتعرف على أصول رواية قالون من يقرأ برواية حفص أو يقرأ برواية ورش لا فرق الجميع يستطيع أن يتعرف على أصول رواية الإمام قالون ورحمه الله تعالى أيها الأكارم معنى هذا أننا لن نتحدث عن عموم أحكام الإظهار والإضغام يعني مثلا لن نتكلم عن حكم المتماثلين وحكم المتقاربين وحكم المتجانسين ونحو ذلك فإن هذه الأحكام أحكام تجويدية ونحن لا نشرح أحكام التجويد على رواية قالون وإنما نبين أصول رواية الإمام قالون التي خالف فيها ورشا وحفصا كما أسلفنا عدة مرات لذلك في هذه الحلقة عندنا كلمات يسيرة ولطيفة جدا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى الإظهار والإضغام لا شك أن عندنا كلمات تظهر وكلمات تدغم ما هي الكلمات التي تظهر؟ هي ما ترونه أمامكم أظهر قالون دال قد عند الضاد والضاء خلافا لورش يعني دال قد هو باب من أبواب علم القراءات يعرفه أهل القراءات يدرسون فيه الحروف التي تدغم فيها دال قد والتي تظهر عندها ومن من القراء أدغم وأدغم في أي من الحروف ومن الذي أظهر وأظهر عند أي من الحروف وهكذا فنحن لن نتكلم عن هذه الأمور كلها وإنما نحن نعلم ممن درس رواية ورش يعلم أن ورشا رحمه الله يدغم الدال في الضاد فيقول مثلا فقد ضل ولذلك قلنا إن قالون يظهر الدال عند الضاد فهل معنى أن قالون عندما نقول قالون يظهر دال قد عند الضاد والضاء معنى أنه يدغم في غير ذلك لا لا نحن لا نقول يدغم في غير ذلك الحقيقة أن قالون يظهر دال قد مطلقا إلا إذا جاء بعدها دال مثلها جميل ولذلك نصصنا على هذين الحرفين لأنه يخالف فيهما ورشا طيب من يقرأ برواية حفص يعلم أن دال قد عند الضاد والضاء مظهرة يعني كذلك يقرأ حفص قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وقالون لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه كذلك يقرأ طيب لا يوجد اختلاف إذن هذه الجملة جئنا بها لنبين أن قالون خالف ورشا في هذا الحكم وفي هذا الأصل من الأصول إذن أظهر قالوا ندال قد عند الضاد والضاء يقول فقد ظل سواء السبيل لقد ظلمك بسؤال نعجتك وهكذا وله في ياسين والقرآن ونون والقلم الإظهار قولا واحدا هنا ما الفكرة نحن في ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون ماذا نفعل؟ كلمة ياسين كما تلاحظون مكتوبة بحرفين ياء وسين لكن هذه الكلمة في النطق تنطق خمسة أحرف ياء مفتوحة ألف مدية مد طبيعي بمقدار حركتين ياء سين مكسورة ياء مدية ستة حركات مد لازم حرفي وعندنا بعد ذلك نون ساكنة سين كلمة ياسين جاء بعدها واو والقرآن ياسين آخر حرف فيها نون ساكنة ياسين هذه نون ساكنة جاء بعد النون الساكنة حرف الواو طيب من علم التجويد نحن نعلم أن النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف الواو فالحكم إضغام بغنة فهل قالون يدغم النون الساكنة في الواو هنا وكذلك الأمر في نون والقلم النون الساكنة في نون جاء بعدها واو في والقلم فهي نون ساكنة بعدها واو هل ندغم على القاعدة التجويدية أم ماذا الواقع أن قالون هنا يظهر النون قولا واحدا جيد طيب هل هذا يخالف حفصا لا لا يخالف حفصا طيب هل يخالف ورشا نعم فإن ورشا له الخلاف له الوجهان فلذلك نصصنا على هذا الحكوم فنقرأها هكذا ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون طبعا هذا الذي نذكره كله لقالون من طريق الشاطبية لا من طريق الطيبة أما الطيبة ففيها أشياء أخرى ونحن لسنا معنيين بذلك في هذه الدورة العلمية طيب الموضع الثالث من مواضع الإظهار الذال عند التاء في كلمة أخذت واتخذت وكذلك في حال جمعها أخذتم واتخذتم فيقرأها قالون كما لفظتها الآن طيب يخالف من هل يخالف حفصا لا لا يخالف حفصا إنما يخالف من يخالف ورشا جيد لماذا أنا أقارن في هذه الحلقة بوضوح بين ورش وحفص لأني أريد أن أذكر خلاصة نهائية في الأخير فيقرأ فيقول أخذت اتخذت أخذتم اتخذتم أما ورش فيقرأها أخذت واتخذت وأخذتم واتخذتم ولذلك ذكرنا هذا الحكم هذه الكلمات كلها كما تلاحظون تظهر جيد وتظهر قولا واحدا أما ما يدغم فهو التالي الباء في الميم من قوله تعالى ويعذب من يشاء في سورة البقرة تحديدا في سورة البقرة مش ويعذب من يشاء في أي موضع آخر ليه لأن الباء في سورة البقرة ساكنة هكذا يقرأها قالون فيغفر لمن يشاء ويعذب بباء ساكنة هكذا من يشاء فالباء الساكنة هنا جاء بعدها حرف الميم فماذا يفعلوا قالون ماذا يفعل يدغم الباء في الميم قولا واحدا فيقول فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالباء فالباء تنقلب إلى ميم ثم تدغم الميم في الميم ويعذب تصر ويعذم وتدغم ويعذم في من ويعذم من هذا الكلام في حال الوصل طيب إذا وقف على كلمة ويعذب يقف عليها بالباء لا يقول ويعذم يعني هو الباء والميم حرفان متجانسان يخرجان من مخرج واحد أب أم كلاهما يخرجان من انطباق الشفتين فماذا يفعل القارئ عندما يقرأ يأتي بحرف من مخرج معين ثم يفتح شفتيه ليطبقها مرة أخرى ويعذب من ويعذب من مرتين الشفتين تعمل هكذا فهذا فيه يعني عمل متكرر على الموضع الواحد يقولون كمشي المقيد الذي يرفع قدمه ليضعها ثم يرفع الأخرى ليضعها بجوارها ويرفع هذه ليضعها ويقدمها ثم يرفع هذه ويضعها ليقدمها وهذا فيه ثقل بخلاف غيره الذي يمشي هكذا وينطلق فلأنك ترفع قدمك وتضعها في نفس الموضع هذا فيه مشقة وثقل كذلك عندما تغلق شفتيك على مكان ثم تفتح وتغلق عليه مرة أخرى ويعذب فتغلق للباء ويعذب وتفتح من وتغلق مرة أخرى للميم فيه ثقل فالأيسر إضغام ذلك وهو لغة من لغات بعض العرب وكذلك كانت رواية قالون فيقرأ ويعذّم من يشاء طيب جميل هل هناك كلمة أخرى يفعل فيها ذلك نعم هناك كلمة اركب معنا وهذه الكلمة يفعل فيها ذلك لكن بخلف ما معنى بخلف يعني يجوز له فيها الإظهار والإضغام فيقول اركب معنا جميل أو يقول اركب معنا اركب معنا اركب معنا وإذا وقف على اركب ماذا يفعل بباء فقط اركب ليه لأن احنا قلنا مشي المقيد هذا لما نغلق على المخرج ونفتح ونغلق مرة أخرى هذا الكلام يكون في حال الوصل أما إذا وقفنا اركب يعذب خلاص لا يوجد هناك حرفان يخرجان من مكان واحد فلا يكون هناك إضغام نهائيا طيب إذن له في اركب معنا الإظهار والإضغام وله أيضا في يلهث ذلك الإظهار والإضغام في سورة الأعراف في قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم يلهث ذلك الثاء والذال تخرجان من مخرج واحد فهما متجانسان مثل الباء والميم متجانسان كذلك الثال والثاء حرفان متجانسان فلما نأتي بحرف الثاء في يلهث وبعده الثال من ذلك هناك صعوبة في إظهارهما فلذلك بعض العرب يدغم هذا فيقول يلهث ذلك وقالون له الوجهان له الإظهار والإضغام فله أن يقرأ فيقول أو تتركه يلهث ذلك يلهث ذلك لاحظتم يلهث ذلك وله أيضا ماذا الإضغام فيقول يلهث ذلك يلهث لاحظوا أنا انتقلت منها لذال مباشرة ولا يوجد أثر للثاء نهائيا أو تتركه يلهث ذلك بذال مباشرة طيب إذا وقفنا على كلمة يلهث ماذا نفعل تعود الثاء إلى الإظهار أو تتركه يلهث نصد انتهينا جميل هذا بالنسبة لكلمة يلهث ذلك ففيها الإظهار والإضغام طيب هل هناك حروف أخرى فيها الإظهار والإضغام أو نحو ذلك نعم بارك الله فيكم الأحكام التجويدية العامة تعمل عندنا لقالون يعني نحن لا نشرح التجويد إنما نشرح الفروقات بين قالون وورش من جهة وقالون وحفص من جهة أخرى طيب ما هي الأحكام الأخرى التي نبغي أن نذكرها يعني إذا كنا نشرح التجويد نعم سوف نذكر حكم المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين وأحكام النون الساكنة والتنوين ونبين أن الحرف يدغم في مثله وأن الحرف يدغم في مجانسه أحيانا وفي مقاربه أحيانا وهذا الأمر له قواعده وليس في كل حرف من الحروف هذا كله يدرس في علم التجويد يمكن دراسته من شرح التحفة أو شرح الجزرية مع مراعاة هذه الأحكام التي ذكرناها مع مراعاة هذه الأحكام التي ذكرناها هذا بالنسبة للأظهار والإضغام بإذن الله تعالى نتابع هذه الدروس لنتعرف على بقية أحكام رواية الإمام قالون في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الحلقات القبول والنفع والفائدة لمن يتعلم هذه الرواية إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين فاصل نخرج بعده إن شاء الله نعود بعده إن شاء الله لقراءة مقررنا من القرآن الكريم فانتظرونا القرآن هو أعلى كلام وأعظم بيان لأنه كلام الله وأعلاه سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة وهي بركة في البيوت وحفظ لأهلها من الشياطين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وهي تحصين من السحر وعلاج ورقية ففي الحديث اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة وتشفع لتاليها يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما كما تضل متعلمها من حر يوم النشور ففي الحديث تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة وفيها آية الكرسي خير آيات القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمتها الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه حياكم الله بعد هذا الفاصل نبدأ بتلاوة المقرر علينا في هذه الحلقة من القرآن الكريم وهو سور الضحى والشرح والتين والعلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلا ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه وسجد وقتريب بارك الله فيكم أيها الأكارم لطيب استماعكم ننبهك عادتنا إلى بعض التنبيهات في قوله تعالى في سورة الضحى وعموم الآيات التي تنتهي بألفات والضحى سجى قلى الأولى فترضى فآوى فهدى فأغنى هذه الآيات كلها من سورة الضحى جاءت مختومة بألف هذه الألف بعض الناس لا يقرأها ألفا بشكل جيد وإنما يختمها بهمزة فيقول والضحى ويقطع الصوت قطعا هكذا والضحى والليل إذا سجاء ويقطع لماذا هذا القطع وبعض الناس يفعل شيئا آخر يهرب من هذه الملاحظة إلى ملاحظة أخرى ماذا يفعل يترك صوته يمتد حتى يتلاشى فيقول والضحى سجى ما هذا يعني هذا ما هو مؤثرة صوتية هذه أم ماذا يعني هذا ليس صحيح طيب ما هو الصواب الصواب أن نأتي بألف مقدارها حركتان وأن لا تنقطع في آخرها هكذا كما قرأنا والضحى سجى هكذا الصوت امتد بالألف دون أن ينقطع وينتهي أيضا أحيانا بسبب اللهجة تتقلل الألفات فتصير هكذا والضحى والليل إذا سجاء سجاء جاء والصواب جاء فرق بين جاء وجاء وهذه الآيات في هناك من القراء من يقللها ومنهم من يفتحها فلذلك لا يصلح التسامح في أمر اللهجة هنا وينبغي أنه إذا قرأ أي منه يترك لهجته على جمب ويقرأ القرآن بالفصحة بحروف فصيحة صحيحة متقنة هكذا يفعل بارك الله فيكم وفتح الله عليكم طيب في قوله تعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى يُعْطِيكَ نُعْطِي الطَّاءَ قُوَّتَهَ فِي التَّفْخِينَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَنُرَقِّقُ التَّاءَ مِنْ كَلِمَةِ فَتَرْضَى لا نقول فَتَاء تَرْضَى بعض الناس يجعلها طاء هكذا وليس صحيح أَلَمْ كما نبهنا إليها في الحلقة السابقة لا نقول أَلَمْ وإنما نقول أَلَمْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى مَدُّ كَلِمَةِ ضَالًّا هذا المد طويل يمد بمقدار ست حركات لا يمد أربع حركات يمد بمقدار ست حركات مدا لازما كلميا مثقلا فنقول وَوَجَدَكَ ضَالًّا هكذا ست حركات ولا نمده كمدودنا المعتادة أربع حركات بخلاف عائلا مثلا عائلا هذا مد متصل يمد أربع حركات نعم هذا بالنسبة لسورة الضحى بالنسبة لسورة الشرح ولا نطيل كثيرا في التعليقات حتى يعني يكون هناك مجال للاتصالات الضاد مع الضاء في كلمة أنقضى ظهرك هذه تحتاج إلى اهتمام ورعاية وعناية فلا نقول أنقضى ظهرك فتصير الضاد والضاء شيئا واحدا ضاءيني لا ولا أنقضى ظهرك فنجعل الضاء ضادا لتناسب الضاد التي قبلها ليس صحيحا أنقضى ظهرك الضاد مستقلة بصوتها عن صوت الضاء فليتنبه بارك الله فيكم نعم هنا ملاحظة ربما تكون مثار سؤال عند بعض المهتمين لاحظوا في كلمة باسمي هنا الباء مشددة لماذا الباء مشددة بينما البسملة مثلا في هنا في سورة العلق ليست مشددة كسرة فقط كسرة تحت الباء لا يوجد تشديد لا يوجد هنا شدة فوق الباء جيد نعود إلى التين لماذا هذه الشدة موجودة قاعدة أيها الأكاري الضبط المصحفي مبني على الواصل الضبط المصحفي مبني على الواصل من أول بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة إلى من الجنة والناس كله حتى أواخر السور كله مبني على الواصل ماذا الآل الأخيرة هنا ماذا كانت وإلى ربك فارغب لاحظوا لم يضع لم يضع سكون على الباء ليه لأن الباء ليست مظهرة وإنما مضغمة أدغمت في ماذا أدغمت في باء باسمي ولذلك شدد شددت هذه الباء فارغب باسمي طيب لما نبدأ بالبسملة هنا هل نقول باسمي نفعل ذلك لا باسمي عاد بباء مكسورة طيب ما سبب هذه الشد إذن ما عرفناه الآن من أن الضبط مبني على الوصل وفارغب آخر سورة الشرح متصلة بباء باسمي في أول سورة التين وحكمها الإضغام فلذلك دلوا على الإضغام بهذا التشديد ننبه إلى سينين خلوا بالكم ما أكثر ما سمعت من يقرأها سنين ليست سنين أيها الأكارم ليست سنين ليست جمع سنة سينين اللي هو سيناء يعني وطور سينين سينين لا نقول سنين بعد السن نمط الكسرة لتتولد منها ياء سينين وطور سينين هكذا هذا بالنسبة لسورة التين أنبه في سورة العلق إلى ترقيق الهمزة من كلمة إقرأ هنا وهنا لا نقول إقرأ رأ لا إقرأ نعود بشفتين إلى الهمزة بسرعة وهذا يحتاج إلى دربة طويلة وميران حتى يصل إليه القارئ ويتقنه أنبه أيضا أو أذكر بما ذكرناه في أحكام الهمز المفرد من تسهيل كلمة أرأيت في القرآن لقالون بين بين وقد مرت بنا عدة مرات كما تلاحظون أرأيت الذي ينهى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى فهي مسهلة بين الهمزة والألف أرأيت أرأيت ولا تقلب هاء ولا تقلب ألفا ولا تعود همزة جيد هذا بخصوص أرأيت آخر ملاحظة أو قبل الأخيرة رأس الآية هنا في كلا لإن لم ينته هكذا هي رأس آية عند العدد المدني والملاحظة الأخيرة كلمة ينتهي وكلمة فليدعو هذه الكلمات كلمات بارك الله فيكم مجزومة مجزومة فلذلك حذف من آخرها حرف العلة فلا نقول كلا لإن لم ينتهي لا لإن لم ينته فليدع فليدع إذا وقفنا طيب إذا وصلنا لإن لم ينتهي لنسفعا ولا نقول لإن لم ينتهي لنسفعا فليدعو نادية لا فليدعو نادية ينتهي لنسفعا هكذا خطف جيد معذرة يعني أطلت في الملاحظات لكن أشياء ضرورية كلمة لنسفعا هذه الألف معوضة عن نون التوكيد الخفيفة فهي نون توكيد وليس تنوين في الفعل الفعل لا ينون أيها الأكارم لا يقع التنوين في الفعل طيب التنوين من علامات الأسماء يعني طيب لماذا نون الفعل هنا الفعل لم ينون إنما هذه نون التوكيد الخفيفة ومن قواعد نون التوكيد الخفيفة في اللغة أنها تحذف لالتقاء الساكنين ويضربون على ذلك مثلا بأقدم بيت قيل في الجاهلية وصل إلى أقدم بيت لا يعرف أقدم منه عندما يقول الشاعر ولا تهين الفقير وَلَا تُهِنَ الْفَقِيرَ سَقَطت لالتقاء الساكنين أنها إذا وقف عليها تقلب ألفا هكذا في اللغة أنا لا أتكلم عن القرآن الآن فإذا كنت تقول قفا قفا يا رجل ووقفت عليها تقول قفا لا تقول له قفا وإنما تقول له قفا جيد وكذلك لنسفعا تصير لنسفعا ولأجل حدوث هذا الأمر دل عليه في رسم المصحف بالألف حتى إذا وصل تكون نونا لنسفعا بالنص ينسفعا وإذا وقفنا لنسفعا فيكون الرسم دالا على هذا الحكم وقد حصل ذلك هنا وفي سورة يوسف في قوله تعالى وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ يُوقَفُ عَلَيْهَا وَلَيَكُونَا فهذا ليس تنوينا للفعل وإنما هذه نون توكيد رسمت ألفا حتى يوقف عليها بالألف بارك الله فيكم وفتح عليكم نأخذ المكالمات معنا والمشاركات معنا اتصال من بدر من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا بدر بسم الله تفضل الحمد لله بخير بارك الله فيك تفضل حبيبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا شجى ما ودعك ربك وما قلا وَلَا لَا أَخِرَةُ وَلَا أَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ لُولَةً وَلَا لَا أَخِرَةُ أنت تقرأ للأزرق رقق الرأة وَلَا لَا أَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ لُولَةً انتبه لا تقول وَلَا لَا أَخِرَةُ رَةُ رَةُ هذا تقليل را را هذا فتح افتح الراء وَلَا لَا أَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ لُولَةً وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فترضى أنت تقرأ لورش نعم طيب قلل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى طيب انقطع الاتصال معك يا بدر حاول مرة أخرى وتقولون هذا بدر يتصل ويقرأ وألفاته كلها مقللة وأنت لسه منبه من شوي أنه لا ينبغي أن تقلل هذه الألفات نعم بارك الله فيكم كل يدرج على ما تلقى ويأخذ كما سمع فقرأوا كما علمتم وبدر يقرأ من المغرب بروات ورش عن نافع أما الأحكام التي ذكرناها فبرواتي قالون ونحن نفتح الباب والمجال في البرنامج للمتصلين برواتي قالون أو برواتي ورش بارك الله فيكم طيب نأخذ محمد كريم خان من أزباكستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلا ونحن على ذلك من الشاهدين أخي محمد كريم التاء عندك في التين ليست مهموسة كما يجب لا تقول والتيني والتيني أترك للهمس أريحيته يخرج الهواء الذي انحبس لا نريد أن نزيد فيه ولكننا لا نريد أن ننقص منه والتيني تيني هكذا بارك الله فيك نأخذ مشاركة السعيد من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحنث بارك الله فيك طيب أخي السعيد من المغرب هنا في قوله أو خلينا يعني نذكر بعض الملاحظات العامة أولا الطاء مهموسة عندك بعض الشيء عندما استعذت فقلت من الشيطاني الطاء حرف لا يخرج معه هواء لا تقول طا طي طو الطاء لا يخرج معه هواء طا طو طي هذا صوت الطاء صوت مكتوم فأتي بالطاء هكذا لاحظ مثلا عندما قرأت كذلك في ولسوف يعطيك ربك يعطيك أعطي الطاء قوتها في التفخيم دون أن تهمسها هذا الهمس هو الملاحظة الأمر الثاني الذي أنبه إليه همس التاء اليتيمة فأما اليتيمة القراءة اليوم منطلقة القراءة اليوم ألاحظ أنها منطلقة ليست كالقراءة السابقة فهذه قراءة أجود وأحسن بفضل الله تعالى فأترك للتاء العنان في خروج الهواء الذي انحبس الهواء الذي انحبس لا نزيد لا نقول يتيمة لا اليتيمة تي هكذا بالهواء الذي انحبس يخرج ولا نكتمه ولا نقول اليتيمة لا نفعل ذلك هناك ملحظ أخير أو قبل الأخير فترضى ها جيد أو فترضى انت قرأت بالفتح في فترضى لعلك قرأت حتى لقالون فأراء هنا في كلمة فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فتر الراء ليس فيها هنا من الأنف لا تقول فترضى 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 لاحظ الأنف كيف يعمل نريد هكذا فترضى 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 الأنف لا علاقة له بهذه الكلمة لاحظ ذلك أيضا في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ربك فحدث لو سدكت أنفك تجد أنه مشبع بالغنى ربك فحدث الباء والدال ربك فحدث خلي بالك بنعمة ربك فحدث هكذا آخر ملاحظة ضالا فهدى الإخفاء يكون هكذا شكل الفم يتخذ شكل الحرف التالي لن أنا الآن أقرأ بي نون نون آتي بالنون من التنوين لكن شكل فمي شكل الفاء لن فاء مباشرة فاجعل الشكل هكذا وفقك الله نأخذ مشاركة الطالب شكيب زنداقي من الجزائر أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب أخي الكريم قراءة جميلة ما شاء الله لكن تنبه للهمس لاحظ معي الهواء الذي يخرج من الفم يتأثر صوته بشكل حركة الفم بمعنى الكاف من صدرك وزرك ذكرك كافة ساكنة طيب كيف يكون شكل الكسر لما أقول أنا كي أنت تأتي بشكل الكسر في أثناء الهمس فيخرج صوت الهمس هكذا صدرك ك جيد اسمع ذك رك ذك رك هذا همس مكسور نحن نريد أن يكون الهمس غير مكسور صدرك لحظ الفرق بين ك ك ك لاحظت الحرف الآن ساكن أنا لم أكسر الذي كسر هو شكل الهواء الذي يخرج خرج بشكل فم مكسور فخرج الهواء متأثرا في الصوت ك ك ك هي هي ك ك ك لا تجعل شكل فمك شكل الكسر هذه هي الملاحظة الوحيدة و هي ملاحظة دقيقة ف تنبه إليها يوسف الكوازي من المغرب أعبد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى طيب كافي هذا لوقت الحلقة أخي يوسف فخمت الواو في وضحى و لا تفخم و كذلك الإمالة زادت معك فيه فترضى صارت إمالة يعني هي تقليل فترضى هكذا درجتها بارك الله فيك نكتفي بهذا القدر من المشاركات في هذه الحلقة و بإذن الله تعالى مقرر تلاوتنا في الحلقة القادمة أربع سور القدر و البينة و الزلزلة و العاديات من القدر إلى العاديات أرسلوا ما شئتم منها إن شاء الله و نحاول أن نأخذ ما تيسر من المشاركات قدر الاستطاع بإذن الله نلقاكم على خير و السلام عليكم و رحمة الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا